السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات تفضلي ومنور الدين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت شيخ بدي أسأل بخصوص البيتكوين هل يتداول بهذه العملة خلال أو حرام وعندي سؤال تاني أنه يعني إحنا مثلا ممكن نحفظ الفلوس بالبيتكوين لكن إذا ارتفع ممكن نبيع وإذا نزل ممكن نرجع نشتري هل هذا خلال أو حرام إن شاء الله إن شاء الله يمنور الدين إن شاء الله شكرا مياه مرحبا تفضلي علي السلام عليكم عليكم السلامة الله يخل سمحت عندي أربعة السنة تفضل سؤال الأول بالنسبة للخطيب يوم القمعة إذا مثلا أخطأ أو شيء يعني بآية أو بحديث هل المأمومين اللي قاسين يستمعون للخطبة أن يعدلوا له أن يفتحوا عليه يعني الخطبة شاء الله شاء الله أيضا هو هل يعني يطلب من الماء إذا كان هناك يفتحوا له إن كان هناك طلاب ألم أو خارج شاء الله هذا يعطي من اللعو يعني الحديث إن شاء فصل لك يعني شاء الله سؤال الثاني بالنسبة إذا شخص تزوج بعد فترة طلق زوجته بسبب من الأسباب دون أن يحصل بينهم جمع هل يقع هذا الطلاق أم لابد أن يحصل بينهم جمع يعني دخل عليها أيضا بس ما حصل بينهم جمع بعد فترة طلق سبب من الأسباب هل يقع هذا الطلاق إن شاء الله سؤال الثالث بالنسبة لدعاء القنوط عند قول فأنه لا يذل من واليت ولا يذل من عاديت تبارك ربنا وتعاليت هل نقول آمين أم لا إن شاء الله سؤال الرابع إذا قلت وصار الشيء الفلاني بصلي ركعتين أو أربع ركعات ما حكم ذلك وأيهما أفضل أصلا ركعتين أم استقدتين شكر إذا قلت إذا صار الشيء الفلاني أصلي ركعتين أو أربع ركعات أيوة ما حكم ذلك إذا صار الشيء وش علاقة تسجد الشكر لا قل أياه وأفضل يعني إن شاء الله باركعتين أم يسكد إن حصل إن صار هذا الشيء إن شاء الله أشكور مرحبا طيب الأخت أمنور الدين من الشارقة بارك الله فيها سألت عن البتكوين ويعني ذكرت بأنها أيضا في سؤالي الثاني من حيث حفظ الفلوس في حال الارتفاع وفي حال يعني الخسارة أو شيء من هذا القوي الأخت أمنور الدين بارك الله فيك بالنسبة لهذه المعاملة وهي العملة الألكترونية وهي طبعا أنواع وأشكال حقيقة ما زالت محل بحث عند أهل العلم ولذلك نجد من أهل العلم من يذهب إلى مشروعيتها وجوازها بناء على الأصل وهو أن الأصل في المعاملات والعادات الحل والإباحة والجواز ومن أهل العلم من يمنع ذلك ويرى بأن هذه المعاملة لا تتفق مع المعاملات الشرعية القائمة على وجود الثمن والمثمن وعلى القبض وغير القبض وما ذكروه يعني من هذا القبيل وهناك من الفقهاء من توقف انتظارا لما سيؤول إليه الأمر أخت الفاضلة يعني بالنسبة لمثل هذه العمليات في واقع الأمر ما دام أن يعني الدول المركز المالي أو البنك المركزي عفوا البنك المركزي للدولة ما تبنى هذه العملة فلذلك القول بالمنع هو الذي ينبغي أن يقال لماذا لأن الآن أنت أمام معاملة غريبة جدا فيما لو إذا خسرت مثلا تخاصي من من وتقاضي من يعني إذا الآن مثل ما حصل خسائر بالملايين طيب ذهبت هذه الملايين على الشخص كيف الآن يطالب باسترداد هذا المال ومن الشخص الذي أمامه الشخصية الاعتبارية أمامه أو الشخصية الفردية أمامه حتى يتقاضى أمام المحاكم لا يوجد أحد ولذلك تذهب الفلوس هكذا أو الدراهم تذهب هكذا ولذلك أنا أحتاطي أخت الفاضلة في هذا الأمر إلا إذا أقر البنك المركزي هذه العملة واعتمدتها الدولة نعم هنا الآن أصبح أنا أعرف أتعامل مع من أعرف مثلا أين تذهب فلوسي أين تذهب نقودي أعرف كيف أتقاضى فيما لو إذا قدر الله جناية علي أو مثلا نصب أو خسارة ليست من جهتي إنما من جهة الطرف المقابل أما هكذا مسألة عائمة فلا أنصحك يا أخت الفاضلة بالدخول فيها علي من عمان يسأل يقول إذا الخطيب خطيب الجمعة أخطأ في آية أو حديث هل يفتح عليه المؤموم وهل يحق لي الإمام أن يكلف طلبة علم يقول افتحوا علي إذا مثلا حصل عندي خطأ في الآية مثلا وأنا على الخطبة علي بارك الله فيك أولا بالنسبة لمن أتى الجمعة الواجب عليه أن ينصت إلى الإمام وأن لا يتكلم نبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه صح فقد لغى يعني صح أسكت ولذلك إذا دخل إذا قام الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا سلام ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي على المنكر هذه قاعدة متقررة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع هذا كله أثناء خطبة الخطيب أمر الثاني بالنسبة للخطيب إذا أخطأ في آية وهذا الخطأ مؤثر نعم يجوز للمأموم أن يفتح عليه يجوز المأموم أن يفتح عليه ويقول له كذا لماذا لأنه إذا جاز الفتح في الصلاة والتي أعظم من الخطبة يكون الفتح في الخطبة من بابي أولى يكون الفتح في الخطبة من بابي أولى وهذا الفتح لا يكون إلا بعد أن يستطعم الخطيب المأمومين يعني يكرر الآية مثلا ويريد من يفتح عليه ممكن في مثل هذه الحالة بارك الله فيك أما مسألة الأحاديث كذلك إذا كان الخطيب أتى بحديث مقلوب قلب المعنى أو كذا ممكن أن يقول طالب العلم يقول له يعني كذا وكذا ولذلك العلماء نصوا على أنه المأموم لا يتكلم وإنما الخطيب هو الذي يتكلم أو أذن للمأموم قال له افتح علي أو قال له افعل كذا مثلا وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا بد أن يكون بهدوء وأن يكون بطلب من الخطيب ولو كلف الخطيب مثلا إذا كان الخطيب من من يرتجل الخطبة وكلف أحد طلبة العلم المواضبين والمتقنين وقال له إذا رأيت إذا سمعت مني خطأ في آية فافتح علي لا حرج في ذلك ولله الحمد والمن علي من عمان يسأل يقول إذا شخص مثلا تزوج امرأة وبعد فترة طلقها ولم يحصل بينهما جماع يقول هل يقع هذا الطلاق علي بارك الله فيك بالنسبة لي الطلاق يقع بعد العقد فأي رجل عقد على امرأة فإنه يملك تطليقها ويملك ثلاث طلقات أما قبل العقد أثناء الخطبة فليس هناك طلاق قبل العقد يعني أثناء فترة الخطوبة هذا وعد بالزواج وليس هو زمن للتطليق بمجرد أن يعقد الشخص على امرأة فإنه ملك تطليقها وله ثلاث طلقات ويختلف الحال من حيث الطلاق وآثار الطلاق من حال إلى حال فمن طلق امرأته بعد الدخول بها بعد الدخول بها فتستحق المهر كاملا وعليها العدة تستحق المهر كاملا وعليها العدة وإذا لم يكن لها مهر مسمى فإن لها مهر مثيلاتها فإن لها مهر مثيلاتها أما إذا طلقها بعد الدخول عفوا إذا طلق قبل الدخول هو عقد عليها ولم يدخل بها بعد فإنه ليس عليها عدة ما عليها عدة ولها نصف المهر ولها نصف المهر وهذا بيّنه الله عز وجل في كتابه العزيز فلذلك لو أن رجلا عقد على امرأة وبعد صلاة العصر ثم طلقها قبل المغرب وما دخل بها يجوز لأن تتزوج شخصا آخر يعقد عليها بعد صلاة المغرب لماذا؟ لأنه ما عليها عدة ما عليها عدة ولها نصف المهر يبقى الإشكال يعلي في قضية ضابط الخلوة ضابط الدخول هل يلزم الجماع أم يكفي غلق الباب وإرخاء الستر العلماء يقولون ضابط الخلوة هو إذا أرخى ستراً وأغلق باباً فإذا أرخى ستراً وأغلق باباً حصلت الخلوة الشرعية التي بها تستحق المهر كاملاً وعليها العدة إذا طلقها من أهل العلم من يذهب إلى أن هذا لا يكفي إلا بالجماع لا يكفي إلا بالجماع فلو خل بها أقفل باباً وأرخى ستراً مثلاً ولكنه ما اقترب منها يعني ما حصل جماع قالوا لا تسمى خلوة شرعية وللهك لها مثل التي طلقها قبل الدخول وهذا في الحقيقة يا علي يرجع فيه إلى المعتمد في كل بلد فتجد بعض الفقهة في بلد يعتمدون يعتمدون ضابط الخلوة اللي ذكرت غلق الباب وإرخاء الستر حتى ولا لم يحصل جماء ومن العلماء من يذهب إلى أنه لا بد من الجماء حتى يعني حتى تترتب آثار هذا الطلاق علي من عمان يسأل عن موقف المأموم من دعاء القنوت اللهم اهديني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت ثم قال إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا يقول طيب ماذا أقول في مثل هذه الحالة علي بارك الله فيك بالنسبة لهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من يقول يعظم الله عز وجل يقول سبحانك لأن النبي صلى الله عليه وآله سلم ثبت عنه أنه إذا مر بآية تسبيح نزه وبآية رحمة سأل وبآية عذاب استعاذ وأقالوا يعني الأدعية في الصلاة من هذا الجنس فإذا سمع المأموم الإمام يقول مثل هذا التعظيم يقول سبحانك هذا القول الأول قول الثاني قالوا يقول آمين يقول آمين لأن الكلام سيق مساق الدعاء اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت فما جاء في تعظيم الله عز وجل يشمل هذا الدعاء ويقول آمين آمين اللهم استجب لكن هذا القول ضعيف لماذا لأن قول الإنسان فإنه لا يذل مواليت قولك آمين لا يناسب السياق لا يناسب السياق المسألة الثالثة يقولون لا يقول شيئا لا يقول شيئا وهذا هو الأقرب إلى الصواب أنه يسكت ولا يقول شيئا في القول الرابع قالوا يعظم الله عز وجل بالشهادة له يقول وأنا أشهد مثلا وهذا ذكره بعض المتأخرين من الفقهاء خلاصة المسألة تنحصر في قولين القول الأول التعظيم لله فإذا قال لا يذل مواليت تقول سبحانك ومثلا وبحمدك لا يعز من عاديت تقدست ربنا وتعاليت وسبحانك مثلا لا بأس القول الثاني السكوت أنك ما تقول شيئا فيدور الأمر بين هذين الأمرين بارك الله فيك تفضل يا محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سؤال الأول كنت نطلي في الفجر بعد نطلي الفجر وقرأ أذكار الصباح نعم يعني تقولين أذكار الصباح بعد طلوع الشمس إن شاء الله السؤال الثاني يا شيخ أننا بعد نطلي الوتر نطلي فيها ونزاز عنا جوز ولا تصلينا الوتر وأنت جالسة ما هوك نزيز عفية حساك معنا ظهري الحق نطلي في الشفع ونواج لكن بعد نكمل الشفع نصلي الوتر ونزاز عنا جوز ولا وأنت تستطيعين القيام ونبا يستطيع شوية لكن مفعب الحق طي 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 أي سلامات عندك سؤال ثالث مرحب أختي فضل أبو عبد الله السلام عليكم عليكم السلام أختي الله مرحب أخوي الله يخليك لدي سؤال فضل لدي بيت أسكن فيه باسم واردتي والآن آيدتي قد توفيت وأريد إعطاء حص أخواتي البنات من البيت نعم سؤالي هو تثمين البيت يكون بالسعر الحالي أم بالسعر شراء البيت سابقا علم أنه تم شراء البيت قبل سنتين أصبح فيه زيادة في السعر كامية وخمسين أصبح الآن مئتا إن شاء الله يا أبو عبد الله مشكور شكرا بارك الله مرحبا في الظلم سيف السلام عليكم يا فضيل كالشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عندي أول سؤال أخذ زوجي كلفت نقاط التصليل على الشيخ هي اتزوجت يا شيخ قبل عشر سنوات واو شكرا من الزوجات أجب الطفل من زوجها وطلعت راتب هي نعم ومن طلعت راتب يا شيخ ورما طلعت راتب عمر ابنها صار تقريبا سس سنوات ورما طلعت هذا الراتب طلعت راتب ومشت بتعويض من طلعت التعويض والراتب الزوجة تخذ الزوج ثاني يا شيخ كيف زوج ثاني يعني طلقت تطلقت من الأول شيخ توفي الأول توفي الأول وعطوها راتب علشان أن الولد يتيم نعم طيب ولمن يا شيخ من زوجة الثاني هي زوجة الثاني استلمت هي بعض وظلت عاد عن راتب لها تستلم قطعت هذا الراتب ما للرعاية الاجتماعية وقامت تستلم على التعويض في قام ينطون هي راتب قسموا وراتب ثلاث أقسام إلها والبنها والعمتها أم زوجها وإي يا شيخ تقول أنا ضحيت الزوج الأول من راتب هو سوت له ضحية وزوجها الثاني ما راضي قال أنت شون الضحين إليه وشون قام يحكي علي تقول هسا أدزل حجيها من راتب بدون دير زوجها هذا الثاني تقول هل يجوز إليه يا شيخ شاء الله يمسيف نعم يا شيخ والسؤال الثاني أنا عندي خالي يصلي ويصوم يعني عابد الله سبحانه تعالى بس لا يسف يا شيخ عنده يعني هواية هواية يلعن ويصب ويشتم الأحياء والأموات يا شيخ وكل ما أتصل بي ولو يتصل بي أنصح يا شيخ أقول له هذا شيء حرام ويذهب كل الحسنات مالتك وانت يعني خوش وصايم ونصلي يقول ما أدري يقول أنا صحيح أدري به حرام بس موبيلي طيب يا مسيف والسؤال الثالث يا شيخ أنا بالبيت يا شيخ أتزين ألبس لباس يعني الزينة وهاي من تدخل علي جارتي يا شيخ هي قريبة ما تعرفني وهاي بس جارتي وتدخل علي يعني أستنكف من هذا الشيء يعني أضوج من هذا الشيء يعني ألبس قدامها وأتزين قدامها لأن يا شيخ من هواية أنا شفت بعيني سمعت بذاني يعني نساء هواية تتولف الزوجها والعائلتها تتولف فلانة هي تتسوه فلانة فأني أخاف من هذا الشيء الله سبحانه وتعالى يحاسبني على هذا الشيء من تدخل علي جارتي يعني ما تغضل هذا الشيء قدامها أخاف لتروح تتولف لبعيالها أخوانها قدام محمونها فأخش من الله سبحانه وتعالى وأخاف من الله لا أتحاسب على هذا الشيء يا شيخ شعال يمسيف هذا الحرام حلال يا شيخ شعال يمسيف مشكور بارك الله بك مرحب أختي طيب علي بارك الله فيه يقول مثلا في سؤالها الرابع علي يقول إذا قلت إذا صار الشيء الفلاني أصلي أربع ركعات لله أزوج أو ركعتين يقول ما حكم مثلا إذا صار هذا الشيء أيهما أفضل أقول هذا الكلام ولا أستدل الله شكرا علي بارك الله فيك أولا بالنسبة لقول الإنسان إن حصل هذا الشيء فسأصلي لله ركعتين فهذا نذر ركعتين أو أربع أو أصوم يومين أو ثلاث هذا نذر يجب عليه أن يوفي بهذا النذر لأن هذا الكلام يعني ظاهر بأنه أراد النذر حتى ولو لم يقل لله علي أو نذرا علي فإذا قال إذا صار هذا الشيء فسأصلي ركعتين أو أربع هذا نذر النذر يلزمه ذلك المسألة الأخرى بالنسبة لسجود الشكر سجود الشكر يا علي ما يشرع قبل حصول الشيء وإنما يشرع بعد حصول الشيء بعد حصول الشيء ولذلك العلماء قالوا سجود الشكر يشرع عند عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة عند حصول نعمة جاك خبر طيب حصل هذا الشيء تروح تسجد لله شكر أو اندفعت نقمة وشرع عندك ماذلا تسجد لله شكر هذا هو بارك الله فيك ولذلك إذا قلت لما هو الأفضل سجد الشكر لماذا لأن النذر مكروه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخير وقال لا يرد من قضاء الله شيء ولذلك الأصل الإنسان لا ينذر فإذا نذر وجب عليه الوفاء إذا نذر وجب عليه الوفاء أما سجد الشكر فمشروع في قول جماهير أهل العلم وذلك بعد حصول الشيء جلب نعمة أو اندفاع نقمة بارك الله فيك أم حمد من ليبيا بارك الله فيها تقول بالنسبة لأذكار الصباح متى تكون بعد الصبح بعد الفجر هل إذا خرج الضوء مثلا تستمر أذكار الصباح أم حمد بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لأذكار الصباح تبدأ بعد منذ دخول وقت صلاة منذ دخول وقت صلاة الصبح يعني صلاة الفجر أنتم عندكم تفرقون بين الصبح وبين الفجر أنا أقول لك الفجر الصبح والفجر واحد نصوص القرآن والسنة دلت على أن الصبح والفجر واحد بالنسبة لسنة الفجر التي تسمونها أنتم الصبح هذه بعد دخول الوقت فإذا دخل الوقت إذا أذن المؤذن الأذان الذي يحرم فيه على الصائم الأكل في رمضان أو في أي يوم من الأيام العام إذا كان يقضي أو يصوم سنة هذا الوقت منذ أن يؤذن المؤذن تبدأ وقت أذكار الصباح تبدأ وقت أذكار الصباح ويجوز أن تقولينها بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وإذا نسيتها قوليها بعد طلوع الشمس فالأمر عندك واسع ولله الحمد والمن لأن هذه الأذكار أضيفت إلى الصبح الذي هو الزمان من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ويعني ما كان بعد طلوع الشمس يعني إذا أتى الإنسان به والوقت يسير لا حرج بل بعض العلماء قال حتى ولو إلى وقت الضحاء فلذلك بارك الله فيك تقولين هذه الأذكار أم حمد من ليبيا تسأل تقول أنا أصلي الشفع قاعمة والوتر أصليه جالس لأن يعاني يعني من آلام في الظهر أختي أم حمد بارك الله فيك يجوز يجوز لك أن تصلي قيام الليل تصلي السنن للرواتب تصلي الشفع والوتر تصلي جالس لسبب أو لغير سبب إذا كان لغير سبب فعلى النصف من أجر القائن إذا كان لسبب لك الأجر كاملا كأن تكون متعبة مجهدة تعانين ألم مثلا في الظهر في الأرجل في الركب لك الأجر كامل ما دام أنك مواضبة على صلاة الليل مواضبة على الوتر قبل المرض قبل التعب قبل الإعياء يكتب لك الأجر كامل لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيمة أبو عبد الله من العراق يقول أنا أسكن في بيت هو باسم الوالدة والوالدة توفيت وأريد أن أعطي الحصص لأخواتي يقول البيت اشتريناه تقريبا من سنتين الآن التقييم هل يكون على سعر الشراء أم سعر البيع لأنه يقول شريناه تقريبا 150 الآن يسوى 200 كما ذكر أبو عبد الله أبو عبد الله حسن الله عزاك عظم الله عجرك غفر الله للوالدة أسكنها الله فسيحة جنات أمر الثاني تشكر بارك الله فيك وكثر الله أمثالك على حرصك إعطاء الورثة حقوقهم في وقت وللأسف الشديد أصبحت الأسئلة كثيرة بسبب هذا الظلم الفاضح الذي يمارسه بعض الورثة تجاه أخواتهم ومن التأخير ومن المماطلة ومن التعطيل ومن محاولة الابتزاز وشيء من هذا القبيل فأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا وأن يبارك لك فيما أعطاك المسألة الثالثة أخي الفاضل بالنسبة لي هذا البيت يقيم بسعر البيع وليس بسعر الشراء لأنك الآن أنت لو عرضت في السوق بيجيب لك مئتين ما أدري عن مئتين مليون بعملتكم أو مئتين ألف دولار أو شيء من هذا القبيل لكن عموما تقيم هذا البيت بسعر البيع عند توزيع التريكة وليس بسعر الشراء لأنك أنت ستستمتع بهذا البيت وهذا البيت الآن لو عرضت في السوق بيع بمئتين سينالك نصيب سينالك نصيب من هذه المئتين ولن يحسب نصيبك على سعر الشراء فاحرص على العدل بارك الله فيك وقيمه بسعر بسعر البيع أم سيف من العراق تقول أخت زوجها كلفتها تسأل قالت بأن تزوجت من عشر سنوات أنجب الطفل طبعا توفي زوجها أخذت راتب ابنها أصبح عمره ست سنوات أعطوه راتب وتعويض تقول بأنها يعني أعطيت لها ولابنها ولعمتها التي هي والدة زوجها الأول تقول أنا عملت أضحية لزوجي الأول وتقول بأن زوجها غضب وقال ما لك حق في هذا وبعدين تقول أنا أريد أرسل له حجة وأنا خايفة من زوجي هل لو أرسلت من دون علمه مثلا لا بأس أختي أم سيف بارك الله فيك ما حصلت عليه هذه المرأة من تعويض ومن حق لها ولولدها وأيضا بالنسبة لعمتي هذا الملك لها لأن المرأة لها ذنب مالية مستقلة ولا يجوز لأحد أن يتسلط على المرأة بأخذ مالها أو بأخذ حقها المملوح نظاما من قبل الدولة مثلا لا يجوز وأيضا حقها الشرع ولله الحمد ولذلك الزوج الثاني ليس له حق أبدا أن يتدخل ويقول ما يحلك أنك مثلا تذبحين أضحية عن زوجك أو ما ترسلين حجه طبيعي يا أختي الفاضل أم سيف فهمي أخت زوجك فهمي هذا الكلام أن رفض الزوج الثاني قد يكون دافعه الغيرة وطبيعي جدا هذه موجودة في الرجال أنه يغار لما يشوف امرأته تذكر زوجها الأول ولا الضحية ولا ترسل لحجه يغضب ويمنعها وممكن يدخل معها في مشكلة ومعركة وذلك يقول لا تخبر زوجها بها ليس شرط قبول الأضحية أن زوجها الثاني يرضى بهذا قل لها تستكتم هذا الأمر وهذا المال يخصها هي الآن المال يقسم ثلاث أقسام قسم لها قسم لابنها قسم لعمتها إذن اللي يخصها هي حرة فيها تذبح لزوجها الأول ترسل لعمرها ترسل لحجها مثلا تبني لها مسجد ترسل وقف مصاحف ما لأحد الحق أن يتدخل لكن صحيها قل لها لا تخبر زوجها طبيعي جدا الزوج الثاني غار ما في زوج يعني إلا ويحصل في نفسه شيء من هذا القبيل ويرفض هذا الشيء إلا أن يوجد يعني رجال ناضجين مثلا نضوج كامل ويرى بأن هذا أمر طبيعي فأوصيها بهذا بارك الله فيك فضل يوم محمد أهل السلام عليكم أهل السلام رحمة الله عندي سؤالين يا شيخ الله حفظه فضل أقول السؤال الأول بالنسبة للذكاء أنا كان عندي إشي اسمه ذهب وكان جوزي الله رحمه وإشتري لي ذهب بس ما كنت أدفع ذكاء مرة واحدة اللي أنا فاكرة أدفعت عليه ذكاء فدحينا من يعني 12 سنة فدحينا لما ما جوزي توفى الله رحمه أنا بعت منه النفس يعني النفس باقي قليل منه ف ونماني فاكرة كم جرام كان عندي عشان أدفع عليه وكم هذا وكم نسبته ما أعرف النسي والذهب محمد الذهب أنت عديته لللبس والزينة ها أيوة بس نشتريته للزينة حتى جوزي الله يرحمه كان يشتري لي بس ما كان يقول لي إنه دستيه لما نحتاج لبيعه أو أي شيء لا ما كان عندنا هذه فكرة أيوة والسؤال الثاني يا الله حفظك هو جوزي توفى وعليه ديون كتيرة فابني أنا لسه صغير يعني وليس يعني قاعد يتور يعني عشان يدفع يدفع فإذا كان عليها الزكاة كما أدفعها وممكن أدفعها على ديون حق جوزي ولي قصدك زكاة الذهب ها إيه وزكاة الذهب أمم حمد زوجك علي ديون هل تدفعين هذه ديون من زكاة الذهب يعني إيه الزكاة اللي عندي هذه يعني إذا أنا علي الزكاة يعني من هذا 12 سنة أنا ما يعني عارفة كم عندي الزكاة بس إذا كان علي ممكن أدفع على ديون هذا الجوز ولا لا إن شاء أبشر يا محمد طيب شكرا جزاكم الله أهلا وسهلا فضلم عبد الله فضلم عليكم يا شيخ والسلام أهلا يا شيخ أنا عندي ثلاثة أسئلة أمي حرمة كبيرة ففي رمضان ما تقدر يتصوم يعني كل يوم يوم تحس يعني نفتها بخير وكذي تصوم إذا تتعب ما تصوم إذا عليها كفار أو أي شيء أنا بطلع عنها هل يجوز وكيف تكون كفارة شال السؤال الثالثة يا شيخ الماء المقري عليه مثلا إذا أحد مريض يقرع الماء يجوز ولا شال السؤال الثالث يا شيخ إذا حرمة محتاجة وفي ناس يعني يطلعون الزكاة عادي تقولهم أعطوني من الزكاة ولا حرام يعني هي تقول أعطوني ولا أحد يقول أعطوني عشان أعطي الحرمة لا هي مثلا تعرف ناس عندهم يعني يطلعون الزكاة عادي تقولهم أنا يعني 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 من الزكاة أي يعني لها لنفسها أيوة شاء الله شكرا يا شيخ تسمى مرحبا أختي طيب أمسيف من العراق بارك الله فيها تقول عندها خال يصوم ويصلي ما شاء الله وعابد وكذا لكن عندها مشكلة السب واللعن للأحياء والأموات تقول لما أكلم وأنصح يقول مو بيدي يقول أنا هذا لكن مو بيدي أمسيف بارك الله فيك و أسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير بالنسبة لخالك قليل بأنه مرتكب لكبير من كبائر الذنوب و لعظيم من عظائم الآثام ووصل لهذا الكلام بالنسبة لللعن هذا محرم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن المؤمن كقتله لعن المؤمن كقتله فمن لعن مسلما أو مؤمنا كمن قتله والعياذ بالله لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل هذا هو معنى اللعن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا لعن الإنسان يعني آخر فإن اللعن تصعد إلى السماء فتغلق أمامها أبواب السماء ثم تنزل إلى الأرض فتغلق أمامها أبواب الأرض ثم تذهب يمينا ثم تذهب شمالا فإن استحقها الملعون الذي عفوا يعني وجهت إليه اللعن استحقها إن لم يستحقها رجعت على اللاعن والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام رجعت على اللاعن فكأن اللاعن لعن نفسه اللاعن الآن اللي مثل خالق قاعد يلعن نفسه إذا لعن من الذي يلعن الميت الميت خلاص بين يدي الله عز وجل كل من يلعن ميت ولا يستحق اللعن فإن اللاعن ترجع عليه اللعن والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام لعنت شخصا قد يكون من أولياء الله قد يكون من الصالحين قد يكون بينه فترجع اللعن على اللاعن والعياذ بالله النبي عليه الصلاة والسلام حرم لعن البهائم بهيمة بهيمة ما يجوز الإنسان يلعن ولما كان في الحج صلى الله عليه وآله وسلم كانت امرأة على ناقة فأغلقت الطريق دابة ما تحركت فحركتها وقالت لعنك الله فسمعها النبي عليه الصلاة قال لا تصحبنا ناقة ملعونة يقول الراوي فأخذنا المتاع عنها وتركناها ما يتعرض لها أحد لا تصحبنا ناقة ملعونة إذا كانت يحرم لعن البهائم كيف يلعن الإنسان فلذلك قولي لخالك يتق الله ويخاف الله والله لن يظلم إلا نفسه ما يظلم إلا نفسه لعن المسلم كقتله لعن المسلم وأي واحد يلعن هذه اللعنة تدور بين السماء والأرض إن استحقها من وجهت إليه إلا استحقها ولا رجعت على اللعن والله إن الواحد يخاف أنا ما أدري هل هذا يستحق اللعن ولا لا ما أدري حتى لو كان كافرا حتى لو كان كافرا يعني بعينه فلان بن فلان غير المسلم أنا ما أدري يستحق اللعن ولا لا لني ما أدري ماذا يقول إليه أمره لذلك لا ألعنه بشخصه ألعن أنا اللعن العام لعنة الله على المشركين على الظالمين لكن فلان بفلان بعينه والله أني أخاف أخاف لأن اللعنة هذه تدور بين السماء والأرض إن استحقها وإلا رجعت على قائله فقولي لهذا الكلام وخاصة أعتقد بأن خالق أكيد رجل كبير في السن وكذا بماذا يلقى الله بهذا اللعن وبماذا يلقى الله عز وجل وربما هذا اللعن أخذ من حسناته ولا يبقى عنده شيء قال تعالى وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لم يكونوا يحتسبون قال بعض أهل العلم من أهل التفسير يأتي أناس يتوقعون بأنهم سيجدون حسناتهم وإذا بها قد ذهبت ذهبت بالغيبة بالنميمة بالكذب باللعن بشيء من هذا القبيل ما يدري هو يقول هذا الكلام ويحسب بأن الله تعالى لا يحصي عليه والله تعالى يقول عن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نسأل الله السلام أم سيف من العراق تقول يعني أحياناً أنا أتزين في بيتي وأتفاجأ باتصال جارتي لتزورني تقوم بزيارتي تقول أنا أكره أنني أستقبل جارتي بهذه الزينة خشية أنها تنقل مثلاً ما رأته لزوجها تقول من هذا الباب أنا أكره أختي أم سيف بارك الله فيك أولاً يجوز لي المرعة أن تتزين لنسائها مثل جاراتها صديقاتها زميلاتها ما في بأس أنها يعني تتزين بالثياب بالعطر بالزينة الأخرى مثل ما اعتاده الناس الآن من استعمال المساحيق كل هذا جائز ولله الحمد والمن هذا من حيث الأصل كما أنها تتزين لزوجها ما في بأس أنها تتزين لنسائها تظهر نعمة الله عليها من الثياب الجميلة وأيضاً من بعض الأمور هذا من حيث الأصل الأمر الثاني بالنسبة للمرأة يحرم عليها أن تصف المرأة لزوجها يحرم على مرأة زارت جارتها زارت صديقتها إذا رجعت أن تصف لزوجها ما رأته من هذه المرأة وقد نهى عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك أختي الفاضلة أنت من حيث الأصل أنت لا إثم عليك ولك أن تتزين الإثم على هذه المرأة التي إذا رجعت إلى بيت زوجها قالت والله شفت أم سيف لابسك هذا أم سويك هذا حرام وللأسف هذا الأمر يقع في كثير من النساء وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تصف المرأة لزوجها أن تصف المرأة لزوجها وربما حذر الشيطان فأفسد العلاقة بينها وبين زوجها أفسد العلاقة بينها وبين زوجها لأنه في الغالب أن الوصف يبالغ فيه وربما وقع في نفس هذا الزوج شيء وحرك المياه الراكدة ونبض عرق والعياذ بالله الشر في صدره وكره امرأته لأنه يبدأ يقارن الآن فلذلك أخت الفاضلة أنت من حيث الأصل ما عليك شيء الإثم عليها فيما لو إذا أما إذا تقول لا أنا من باب الاحتياط وكذا أعتقد بأن هذا فيه مبالغ أخت الفاضلة لأنه جرت العادة في الغالب أن النساء ما ينقلن يعني لأزواجهن ما يرونه من جمال النساء الأخريات يعني عندهم خوفا خوفا من أن الزوج يبدأ يلتفت إلى النساء الأخريات فاطمئني من هذا الباب إذا والله ثبت لديك بأن جارتك رغاية وتصف وصلك خبر نعم ممكن أنك تمتنعين عن استقبالها بمثل هذه الزينة أم محمد من ماليزيا بارك الله فيها سألت تقول يعني عندي ذهب اشتراه زوجي من تقريبا رحمه الله من 12 سنة تقول يعني أغلب الذهب يعني بعته وبقي النصف مثلا تقول أنا ما عندي فكرة عن قضية كم قرام وشيء وأيضا ذكرت بأن زوجها توفي وعليه ديون تقول ابني صغير ما يستطيع الاكتساب الآن كيف تكون الزكاة هل يمكن أني أسد الديون زوجي من زكاة الذهب أختي أم محمد رحم الله زوجك غفر الله له بالنسبة لزكاة زكاة الذهب الملبوس محل خلاف بين الفقهة جماهير أهل العلم وهو مذهب الثلاثة على أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه وهذا قول سبعة من الصحابة بل أكثر من ذلك ولم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عصر الصحابة الكرام معروفا أن الذهب الملبوس يزك وما ورد من أحاديث تدور بين الضعف وعلى فرض صحتها ما ورد من أحاديث في وجوب زكاة الذهب الملبوس تدور بين أمرين بين الضعف وبين التوجيه إلى غير الزكاة المقصود غير الزكاة فأغلب الأحاديث ضعيفة ومن صححها فإن أهل العلم من جماهير أهل العلم يقولون مصروفة إلى العارية أتؤدين زكاة وقالوا عاريته في قول آخر نصره بعض مشايخنا رحم الله الأموات وحافظ الأحياء قالوا بأن تجب زكاة الذهب تجب الزكاة في عموم الذهب التجارة المكنوز الملبوس وهذا قول قال به جمع من أهل العلم وهو من مفردات أحد المذاهب الفقهية الأربع الراجح يا أختي أمم محمد بأن الذهب الملبوس الحلي هذا الذي تتحلى فيه المرأة لا زكاة فيه لا زكاة فيه وعلى هذا ينبني هذا الجواب ينبني عليه الجواب عن السؤال الثاني وهو أن بالنسبة للزكاة ما تخرجينها لسداد ديون زوجك لأنك ما عندك زكاة أنت في مثل هذه الحالة فالراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة في الذهب الملبوس يبقى قضية سداد الدين إذا حبيت تبيعين من ذهبك وتسددين ديون زوجك لا شك بأن هذا يعني تفضل منك ووفاء بالعهد اللي بينك وبين زوجك ويعني يكون لك الأجر والثباب لكن تلزمين الجواب لا أم عبد الله من العين تقول والدتي كبيرة في السن تستطيع أن تصوم بعض الأيام في رمضان وتفطر بعض الأيام تقول هل نخرج عنها مثلا في الأيام التي لا تستطيع أن تصومها معبد الله بارك الله فيك بالنسبة لصيام رمضان الواجب على المكلف أن يصوم شهر رمضان كاملا ومن أفطر فيه لسفر أو لمرض أو لعدم استطاعه وصام بعضه وأفطر في بعضه الآخر فإنه يقضي عدة من أيام أخر وذلك لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والوالدة حفظها الله وبارك الله في عمرها وجعلها من من طال عمره وحسن عمله قولي لها تقضي هذه الأيام في وقت القدرة والاستطاعة ولا تخرجون عنها شيء بارك الله فيك لماذا؟ لأنه مستطيعة وقادرة ففي أيام الشتاء النهار قصير الجو بارد تصوم هذه الأيام التي ما استطاعت الصيامة في رمضان في هذه الأيام متفرقة وهذا من تيسير الله عز وجل رمضان أيام معدودات متتابعات القضاء لا يزم فيه التتابع فمثلا أفترض يا أم عبد الله أن الوالدة صامت عشرين يوم وعشر أيام ما صامت تصوم الحمد لله عنده 11 شهر 11 شهر تستطيع أن تصوم العشرة أيام الباقية لو كل شهر يوم خلصت العشرة صح أو لا لا لو كل شهر يوم كيف هو يمر عليها أيام الشتاء نهار قصير الجو بارد يعني فيه راحة وفيه الحمد لله استطاع وتحمل فما تطعمون عنها بارك الله فيك تفضل يا عفيفة عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبدك الله شيخنا فاضل حياكم الله لو سمحتنا لسؤال تفضل السؤال الأول دعونا يعني قبلهم بشهر تقريبا والأهل يعني بعدهم يعني دعونا يعني فالأفضل نروح لمين وبعدين مشكلة يعني كل واحد في بلد نعم يعني الأفضل يعني نروح للدهدر ولا للأقارب شاء الله أثيث وسؤالة تانية لو سمحت قبل أكتر من تمانية أو تسعة سنين اتصلت علي أخت من المدينة المنورة زوجها تقول محامي قالت أنه في يعني كان في بيت في المدينة وأرض أو شيء قريب من الحرم فرح في مشروع التوسع في الحرم وهذا الشخص مكتوب اسمه باسم كلا فلان فلان انت تعرفي هذا الشخص فلان نعم أعرف هذا أبويا فقالت شوفي هذا المحامي بيدور عليكم فأنا عندي أكبر مني أخوين أخوين رحمة الله عليهم واحد تتوفى بعد هذا الأمدى واحد لحين توفى المهم الكبير يعني هو اللي كان دايما مع أبويا مع أهلي وإحنا كونا صغار يعني ضرت كثير بيننا المهم من رفض كذلي أخويا الكبير هذا قلتلي يا أخويا كده كده يعني من المدينة من أورا قال لي والله يعني يا أختي أنا عمري 12 سنة رحت مع أبوي المدينة يعني ما أخبر أنا رحت مع أبوي المدينة كان بيدور يشتري يعني بيت قريب للحرم فما أعرف أنا هو شخص آخر راح ما أعرف يعني هل أشتروا أو لا يعني ما أقدر أجزم حضرت يعني بس ما أعرف هل أشتروا أو ما أشتروا ما أعرف فأخوي التاني كمان قال خلص مدام أخونا الكبير قال هذا الكلام يعني ما نبوى رديناهم قلنا لهم يعني أن نقدر ما نعرف أن هذا هو أصل لنا فدحين بعد كم سنة كمان دحين أخوي الكبير توفل 8 سنين وتاني معنا قلت لأنا ما تدخل خلص أخواني ما رضي وأنا ما تدخل وهم زعلانين مني يقولوا ليش أنت تضيعي حقنا هل أنا على حق لأنا ما عندي علم أنا ما أعرف هذا الشيء شاء أبشر يا عافية بارك الله فيك فضل أبو عيس فضل الشيخ أرحبا هل كل عصمة في المرة هل العصمة العصمة في المرة يعني الأصل العصمة عند المرة أو كيف العصمة في المرة إن شاء الله وهل المرة تطلق إن شاء الله أو الثالث يعني إذا المرة تدخل و تدخل عليها لكن شترطت عليه إن ما أتزوج عليك شترطت عليه إن ما أتزوج عليك قالت أشترط عليك إن أنك ما تتزوج عليك نعم وافق هو 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 وافق هو وافق إذا هو وافق يعني أعتقدت طلاق للتجل أي يعني قالت قالت أشترط عليك ما تتزوج وإذا تزوجت بطلك ها مدر حنك الله يهديك بس أنت أنت سويت أو أنت بتسويها يا أبو عيسى طيب ليش تسأل تعرض نفسك للابتلاء الله يديك أبو عيسى طيب طيب يلا هذه أسئلة مجالس طيب 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 أم عبد الله من العين بارك الله فيها تسأل تقول الماء اللي يعني ممكن نقرأ على الماء للمريض أم عبد الله الجواب نعم يجوز للإنسان أن يقرأ في ماء سواء كان زمزم وإن كان مباركا سواء كان ما عاد يقرأ فيه ينفذ فيه يقرأ الفاتحة مثلا المعوذات ويسقيه المريض فأنه نافع بإذن الله يتعلن هذا سبب شرعي هذا سبب شرعي هذه الرقية التي أسبابها شرعية دلت على هذا النصوص أم عبد الله تقول هناك حرمة محتاجة هل يجوز لها أن تطلب الزكاة من اللي عندهم زكاة أخت الفاضل أبارك الله فيك الجواب نعم يجوز للفقير والمسكين والغالم أن يطلب الزكاة لأن هذا حق له الله عز وجل جعل الزكاة حق للفقراء في مال الأغنية للفقراء في مال الأغنية ولذلك قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء قال العلم اللام للتمليك ملك للفقراء يملكون هذا المال والمساكين وإلى آخر الآية كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما فصهيه من حديث ابن عباس حينما بعث معاذن إلى اليمن قال له ثم أخبرهم أو أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم لاحظي فترد كأن هذا حق لهم ولذلك يجوز للفقير أن يتعرض للصدقة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينهى الفقراء الذين يأتونه يسألونه لكن كان أحيانا يجتهد فيهم يدقق النظر فإذا كان رأى فيهم جلد وقوة وقدر على اكتساب يقول ما تحل الصدقة لغني ولا لذي قوة مكتسب أو لذي مرة مكتسب فلذلك يجوز للفقير اللي خاصة الفقراء اللي ما يعرفهم الناس أو ما يعني أحد يعرف بهم مثلا يجوز لهم أن يقول أنا فقير أعطوني من الزكاة أنا مسكين أنا غارم ما عندي قدرة على السداد فيجوز بارك الله فيك عفيفة من السعودية تقول إذا دعي الشخص إلى مناسبتين يقدم أيهما تقول مثلا إذا دعي الشخص إلى مناسبة مثلا لشخص من الأهل القريبين ومناسبة ثانية لقريب وكل واحد في مدينة أخرى تقول اللي من الأقارب دعانا قبل الأهل اللي من الأقارب دعانا قبل الأهل فأيهما يقدم أختي عفيفة بارك الله فيك الدعوات على نوعين دعوة عرص وزواج ودعوة حفلة أو دعوات عادية الدعوات العادية هذه لا يجب على الإنسان أن يلب الدعوة لا يجب لكن يستحب له استحباب دعوة العرص يجب عليه دعوة العرص يجب عليه طيب الآن تعارض أمام الشخص دعوتان دعوة لأرحام ودعوة لأقارب ليسوا أرحاما الأصل أن يقدم دعوة الأرحام هذا هو الأصل يقدم دعوة الأرحام بالنسبة لدعوة الأقارب من غير الأرحام إذا سبقت دعوة الأرحام هنا ينظر في المصالح والمفاسد فإذا ذهبت إلى هؤلاء الأقارب وتركت أرحامك تقولين واعتذرت منهم تقولين الأمر طبيعي وعادي ما في بس إذا ذهبت إلى الأقارب وتركت أرحامك وهذه سبب مشكلة قطيعة رحم لا تعتذرين من الأقارب وتذهبين إلى دعوة الأرحام بارك الله فيك لابد من النظر المصلحي في هذه القضايا النظر المصلحي وكون الدعوة سابقة من شخص بعيد عنك ليس من أرحامك قصدي لا يعني بأن ما أقدم الرحم فقد يكون الرحم بيت هذا مثلا ولم يعلن شيء من هذا القبيل فتقدمين الأرحام طيب السؤال لك يا عزيزة بارك الله فيك عندك قدرة تتقاسمين أنت وبناتك يعني مسألة إجابة الدعوة إذا قلت لي نعم حلت المشكلة أنت تذهبين إلى أرحامك وبنتك تذهب إلى الأقارب أو العكس أنت تذهبين إلى الأقارب وبناتك يذهبون إلى أنت تذهبين إلى الأرحام وبناتك يذهبون إلى الأقارب أو العكس بارك الله فيك عفيفة طبعا ذكرت قصة يعني من تسع سنوات تقول اتصلت أخت من المدينة وقالت لها يعني زوجها محامي وفي مشروع توسعة الحرم باسم في أرض باسم فلان قالت تعرفين وقلت نعم هذا والدي طبعا تقول عندي أخوين كبيرين الأخ الكبير اللي توفي يقول أنا ما أذكر هذا الشي وكان عمره 12 سنة وذهب مع والده لشراء أرض في المدينة مع شخص آخر وتقول يعني توفي وقال أنا ما أقدر أدخل في ذمة شي نفس الشيء عفيفة تقول أنا كتقول أولاد إخواني الآن أولاد إخواني يطالبونني بأني أتدخل حتى لا يروح عليهم هذا الشي تقول ما حكم ذلك يلا تفضلي آمال آمال من لي بتفضلي عليكم السلام عندي سؤال يا شيخ ماذا نسألكم وإني أنا متجوزة أنا أي ومرت في حساسية جوزي في هذه اللحظة دار علاقة مع وحدة ثانية نعم يعني دار علاقة جنسية يا أخوة يعكم فيه نعم لما سألت وقال لي كنت مريضة ما حكم هذه يا شيخ لكن أنا مش قادرة أتامع يعني عمل علاقة محرمة ولا تزوج هي علاقة محرمة وعذره أنك كنت مريضة أي وان يا شيخ طيب أنا يا شيخ سبحان الله جد طيب واضح يا آمال طيب أختي عفيفة بارك الله فيك أولا المسألة سهلة ليش معقدينها إذا والله الجماعة المحامي أتى بأوراق وأثبت هذا الشيء وقال بأن والدك رحمة الله عليه اشترى هذه الأرض ما يلزم أن يكون أخوك الأكبر أو الثاني عندهم علم ما يلزم بدليل أن في قرينة أو أمارة تدل على أنه اشترى هو ذهب من مكة إلى المدينة أو من جدة إلى المدينة ذهب لغاء هذا الغرض كون أخوك كان عمره 12 سنة يقول ما شفت شراء ما يلزم قد يكون حصل وعد بالشراء ثم رجعوا إلى مكة واشتروا إذا كان المحامي أتى بمستندات وأوراق تثبت هذا لا تضيعون هذا الحق يا أخس الفاضل وأولاد أخوانك معهم الحق كاملا في أنهم يطالبون بهذا الشيء هذا حق يذهب مدام في إثباتات ما في إثباتات وأنتم تنفون هذا الشيء هذا راجع لكم أنتم أما في إثباتات والمحامي يقول موجودة في أوراق تدل على هذا الشيء لا تضيعون هذا الحق بارك الله فيك أبو عيسى من أبو ظبي يسأل يقول هل العصمة بيد المرأة وهل المرأة تطلق وهل المرأة لو اشترطت على الزوج أنه ما يتزوج عليها وإذا تزوج طلقته يا أبا عيسى بارك الله فيك ورضي الله عنك أولا بالنسبة للعصمة بيد الرجل وليس بيد المرأة ما في شيء يسمي عصمة بيد المرأة أبدا ما في شيء يسمي عصمة بيد المرأة الطلاق بيد الرجل الطلاق بيد الرجل الأمر الثاني إذا قال الرجل لزوجته إذا حصل كذا فبيدك الطلاق يقول لهكذا شرط يجوز أن تطلق ولا تملك إلا طلقة واحد لو قالت بالثلاثة أو بالمئة تكون طلقة واحد هذا نص عليه بعض الفقهاء كيف تقول تقول طلقت نفسي مثلا لأنه هو الذي وكلها بالطلاق ويجوز التوكيل بالطلاق فما يسمى عصمة يسمى وكانة مثل شخص الآن وكل شخص آخر قال طلق زوجتي مثلا راح ذاك وطلق زوجتي كذلك هو وكل إمرأة وكل زوجتي الطلق فما عندنا شيء اسمه عصمة بيد المرأة عندنا توكيل المرأة بالطلاق ولا تملك إلا طلقة واحد الأمر الآخر إذا اشترطت المرأة على زوجها بأنه إذا تزوج عليها فإنها ستطلق نفسها وقال لها لك ذلك تملك طلقة واحد ويجب علي أن يلتزم هذا الشرط إذا وافق يعني إذا قالت لما تتزوج علي يلتزم هذا الشرط وإذا تزوج عليها أخلى بالشرط ولا حق الطلاق يقوم الزوج فيطلق هل الزوج يلزمه أن يعيد الطلاق عند القاضي بعدما وكل الزوجة يعني هذه مسألة فيها بحث عند أهلي العلم بارك الله فيك آمال من ليبيا بارك الله فيها تقول بأن متزوجة ومرضة بمرض الحساسية تقول تفاجأت بأن زوجها ذهب يصنع علاقة محرمة مع إمرأة ولما سألته قال بأنك كنت مريضة تقول أنا لا أستطيع أن أسامح أختي آمال بارك الله فيك بالنسبة لعذر زوجك أقبح من ذنبه وهذا الذي يقولون عذر أقبح من ذنب كون المرأة مريضة يذهب يفعل الحرام نسأل الله العافية والسلامة طيب لماذا لم يتزوج مثلا يتزوج وتغضبين أنت أفضل من أن يذهب إلى الحرام بعذر والله أنك مصاب بالحساسية عمو من أختي الفاضلة احرصي على أن تقوم بدعوة زوجك إلى التوبة إلى الله عز وجل لأن مشكلته الأولى مهم معك مشكلته مع الله عز وجل خضية الكبرى مع الله عز وجل قبل أن تكون معك ولذلك هو مرتكب لكبير من كبائر الذنوب ولعظيمة من عظائم الآثام وحكمها في الشريعة قاسي الزوج المحصن الذي يذهب ويرتكب الحرام ويزني والعياد بالله حكمه في الإسلام شديد فقولي لتوب إلى الله واستغفر الله وارجع عن هذا الذنب وأحسني التبعل مع زوجك وهو يحسن إليك وقولي له هذا ليس بعذر ما يجوز لك أن تخطو مثل هذه الخطوات وعلينا اتق الله وإذا والله وجد نقص مثلا أباحة له الشريعة التعدد ولله الحمد ما دام أنت غير قادرة على أن يستمتع بك الاستمتاع الكامل ولله الحمد له الحق في أن يتزوج الزواج الشرعي المعروف بارك الله فيك انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ألتقيكم غدا على خير بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته